بعض التعليمات الهامة التي يجب الحفاظ عليها قبل تنفيذ الفحص أولاً يستخدم الفحص في درجة حرارة الغرفة ثانياً في حال تم حفظ الفحص في البراد من المهم إخراج الفحص والانتظار لمدة 30 دقيقة قبل استخدامه ثالثاً تعقيم وتنظيف الطاولة التي سيتم استخدامها في الفحص رابعاً تنظيف وشطف اليدين جيداً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية من المهم قبل تنفيذ الفحص أن يقوم الطفل بتنظيف أنفيه جيداً ومن ثم تنظيف يديه وتعقيمها جيداً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية قبل البدء بالفحص يتم فحص مغلف الألمنيوم الذي يظهر في الصورة ووضعه على سطح أو طاولة نظيفة ومعقمة قم بفتح أنبوبة السائل ثم سكبه في الأنبوبة الفارغة يتم سكب السائل في الصورة السابقة داخل الأنبوبة التي تظهر في هذه الصورة الصورة التالية توضح طريقة سكب السائل داخل الأنبوبة قموا بفتح قطنة الأنف قموا بإدخال قطنة الأنف بعمق 1 حتى 2 سنتيمتر ومن ثم قموا بتدوير القطنة 5 مرات لمدة 15 ثانية ثم قموا بتكرير العملية في الفتحة الثانية للأنف قموا بإدخال قطنة الأنف داخل الأنبوبة التي تحتوي على السائل ثم قموا بتدويرها 10 إلى 15 مرة بعد ذلك قموا بالضغط على الجزء السفلي لقطنة الأنف وقموا بإخراجها من الأنبوبة قموا بإغلاق الأنبوبة بواسطة القطعة الصغيرة التي تظهر في الصورة تأكدوا من إغلاق الأنبوبة بإحكام قموا بتنقيذ ثلاث نقاط من السائل الموجود في الأنبوبة على الإختبار الذي يظهر في الصورة بعد 15 حتى 20 دقيقة تظهر نتيجة الفحص نتائج الفحص في حال ظهور خطين كما يظهر في الصورة اليمنى فهذا يعني بأن النتيجة إيجابية أي بأن الشخص مصاب في الكورونا على الشخص عندها أن يتوجه لأقرب نقطة فحص وإجراء فحص PCR أما في حال ظهور خط واحد كما يظهر في الصورة اليسرى فهذا يعني بأن الشخص غير مصاب بالكورونا من المهم عندها توقيع الموافقة التي تم إرسالها لكم من قبل المدرسة ترجمة نانسي قنقر